اشتركوا في القناة قرية المستريحة في جبل شحش بو بيري في حمال شمالي مقتلوا عدة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور جراء اطلاق رصاص على دوريتهم من قبل اهل شاب معتقل لديهم وحملة دهم وتفتيش شنتها قصد في قريتين شحيل وابو حردور قوات النظام تستهدف باكثر من 30 قذيفة صاروخية مدينة جرجناز بريف ادلب الجنوبي المبعوث الامريكي الى سوريا جيمس جيفري يقول ان الولايات المتحدة تعمل مع تركيا حول انشاء منطقة امنة خالية من قوات وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وقوع اصابة في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعيا للنظام استهدف بلدة كفر حمرى في ريف حلب الشمالي